لماذا تصفقون لخراب غيركم؟ ولذلك علينا أن نصلي صلاة الليل علينا أن نعامل المرأة معاملة مقدسة حتى لا تزني ثلاث أسباب تجعل المرأة تزني معاملة الرجل لها عدم وطاعة حنية عدم توقيرها واحترامها يجعلها تنحرف وتجد من في قلبه مرض يخدعها ولا يقيم لها وزنا إذن المرأة تحتاج عاطفة تحتاج حنية تحتاج منك تسامح تحتاج تجلس وياها وتعلمها تحتاج تعلمها الدين حتى تربي لك أولادك على نهج محمد وعلي أما إذا كنت غير عديمة بذمة والضمير أنت أمس جمعة خلق الله كلا حتى تبوس رجلها وتخطبها بعدين بره يوميا أسبوع تسبها وتسب أبوها اللي كنت تبوس رجلها حتى يطيقياها هذا التمنافق لو ممنافق أنت تركت زوجتك لتزني لأنك أنت السبب وتركتها لتموت جوعا لأنك أنت السبب وتركتها شنو عرضة لمن في قلبه مرض لأنك أنت السبب ولذلك عليكم يا أخوان محاسبة أنفسكم وكل واحد يريد يعرف عند دين معاملة أهل بالبيت إذا يعاملهم معاملة طيبة يعني عند دين ما يعاملهم معاملة طيبة يعني ما عند دين خليه يروح يبلط البحر عند دين يقينا لا يخرج من تناياه إلا السلم والسلام ولذلك هاي المرأة نرجع إلى أجيرك وعاملك ومن يعمل عندك إياك أن إياك أن تنظر له نظرة العبد وأقليل لأنه فقير إياك لو علمت إنكم ميتون وصائرون إلى حفرة مشتركة السيدة والعبد كليهما في هذا القابر لم يكون هناك سيدا ولم يكون هناك عبدا شوف عدالة الله يقلك الدنيا صير بيها ملك بس بالأخير أدفنك بتراباتك أنت والفقير وعبدك وشايشيك وخادمك وفراشك نفس القبر وهذا الفراش يذهب إلى الجنة وأنت تتحسر عليه حينما تذهب إلى النار إذن عليك أن ترأب به حتى لا تزول نعمتك يعني لا تنظر له نظرة الشنو نظرة العابد آيوة اثنين ثلاثة هذا مؤلمي يقول لي اليوم أصر علي أنا عندي حديث سياسي أصر علي قال لي خدمة الناس أمة العبادات خدمة الناس أمة العبادات أنت موظف وقاعد على كرسيك اش تصور أنت مراح يشيلونك ويجيبون واحد غيرك إذن قبل لا يشيلونك تروح إلى جهنم صير معدب يذكرك الناس كلما مروا بك بخير ولا تكن جيفة كلما مر عليك الناس سدوا إن أفهم وإذا خرجت من وزارتك أو من مكتبك استبقدك الناس ولم يتشمتون بك ولم يقولون بالعامية الله لا يرده كم من عندنا يقولون لهم الله لا يردهم